جلبت التقارير التي كشفت عن أسواق للعبيد في ليبيا غضباً دولياً وشعبياً فيما دعا قادة أفريقا إلى إدراج الفضيحة على جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي المقبلة يأتي ذلك بعد تقرير بثته شبكة CNN الأمريكية أظهر بيع مهاجرين في المزاد في ليبيا وفق ما ذكرت وكالة فرانس براس وفي إحدى لقطات التقرير التي تم تسجيلها بواسطة هاتف محمول ظهر شابان يعرضان للبيع في المزاد العملي في مزرعة ليوضح بعدها الصحفي معد التقرير أن الشابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي أي 400 دولار لكل منهما